نرجع بقى مولانا ببقية الأسئلة بداعة أهلنا من المواطنين فتاة بتقول أختلط عليش النظارة أنا ما بقيتش حالتي وحش خالص الحمد لله إحنا عايزين في البقشيش عما يورش إحنا ميت فل واربعتاشر ده إحنا حسن من غيرنا أختلطوا بالرجال في الشغل إيه هي حدود الإختلاط شوفوا لي ستك حاجة أولا الإختلاط في حدود الأداب الشرعية ليس محرما ولا مجرما لأن إنت لما تنظر حتى في صلوات الجماعات على عهد النبي صلى ما كانت المرأة بتحضر المسجد وتصلي خلف الرجال وكانت المرأة بتسمع الخطب الجمع صحيح وكانت المرأة بتحاور وتتكلم والمرأة كانت تنزل إلى الأسواق وكانت تشترك فيه لكن لما جات تعاليم معينة بعيدة عن روح الإسلام وعن أداب الإسلام ألسقوا بالدين ما ليس في الدين قتبها الحضر مش كانت السيدة ليلة بنت عبد الله المشهورة باسم الشفاء نعم كانت تلاقش سيدنا عمر بن الخطب رضي الله عنه وليت الحزب في السوق وليت الحزب فين في السوق والمرأة كانت عندها حوار يعني أنت عندك سورة المجادلة قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتاكي إلى الله والله يسمع تحاوركم فالمرأة ليست معتقلة في مكان معين نظرت بقى عفوا الظلامي أو اللي عنده توجس أو عنده نية سيئة هو اللي يقول لك لا ما تختلطش لا تختلط بس في حدود الأداب الشرعي يعني أولا زي ما ربنا بيقول لنساء النبي أو للأمة في شخص نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تغضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرأة بس يعني الدحك الرنانة الكلام المايع اللين صح برضو أني تحافظ المرأة على عفوا يكون حزاء متزن ما يكونش يعني يجعل جسمها رجراج أنا بقول لك بأمانة يعني فالحمد الله رب العالمين الكسر الكثير من الناس نحسن بهن الظن ونحسن بالرجال الظن وما زال بالناس خير أما النظرة الخائنة دي بقى ترجع إلى صاحبه لما على فكرة ممكن امرأة تبقى مرتدية نقاب ويشتهيها وغد صح مع أنها لم تظهر شيء من مفاتينة إلا أنه وغد وغد وممكن امرأة عفوا يعني تظهر شيء من الزينة الخفيفة ويراها زميل ويعاملها لأنها أخت طبعا وبدون أن يطمع فيها طبعا فهي بترجع للشخص نفسه فالأخت أو الإبنة العزيزة بنطمنها لك أن تختلطي بزملائك وأصدقائك في حدود الآداب الشرعية أهمها طبعا عدم التبرج تبرج الجهالية الأولى وأيضا فلا تغضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرباس طيب